بعض الأقوال في سبب نزول الآية ولا تتمنوا ما يفضل الله ببعضكم على بعض وردت بعض الأقوال في سبب نزول هذه الآية إلا أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ فخصوص السبب لا ينفي عموم النص منها مثلا ما رواه أحمد وابن أبي حاتب وابن جرير وابن مردويه والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث أم سلم رضي الله عنها من باب الأمانة العلمية فهذا حديث مرسل أي منقطع ومن أهل العلم من حسن إسناده بل منهم من صحح إسناده كالترمذي قالت أم سلم رضي الله عليها يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو يعني يجاهد الرجال في سبيل الله ونحن في بيوتنا لا نخرج للجهاد تغزو الرجال ولا نغزو وفي لفظ لا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ومن هذه الأسباب أيضا في نزول الآية أن النساء سألنا رسول الله الجهاد فقلنا يا رسول الله وديدنا أن الله قد جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت الآية ولا تتمنوا ومن هذه الأسباب أيضا أنه لما نزل قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين قال الرجال قال الرجال إن لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا على النساء في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء وقالت النساء إن لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا فأنزل الله الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما هناك أيضا قولي لابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقل أحدكم لا يقل أحدكم ليتما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي وهذا يقوله جل الخلق ليتما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي قال ابن عباس فإن ذلك يكون حسدا فإن ذلك يكون حسدا ولكن ليقول اللهم أعطني مثله اللهم أعطني مثله فالملك الحق العدل سبحانه قد جعل لكل من الفريقين من الرجال والنساء نصيبا نصيبا على حسب ما تقتضيه حكمة الملك وحكم الملك وإرادته سبحانه وتعالى في المراث مما ترك والوالدان والأقربون أو في النعم أو للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا من عمل للدين أو للدنيا خيرا كان أو شرا وكذلك للنساء نصيب مما اكتسب من ذلك كمل الرجال تماما وهذا المعنى هو الأولى والراجح لأن المراث ليس مما اكتسبوا الوارث وإنما هو مال الميت أو رثه الله للوارث بغير اكتسب منه ولا بغير وبغير عمل ولا مشقة ولا تعب ولا حرفة وإنما يتركه الوارث للورثة اشتركوا في القناة